في مشهد يتكرر سنويا خلال شهر رمضان تزايد الإصراف والتبذير تعكسه صور الخبز الملقى في القمامة كل صباح كمية معتبرة من الخبز وسط النفايات تؤكد غياب ثقافة استهلاكه لدى الجزائريين في اليوم العاشر المؤسسة رفعت 9000 كيلوغرام من الخبز أي ما يعادل 9 طن من الخبز اليوم رأنا في مركز الفرز الانتقائي لدائرة سيد محمد فيما يخص ربع البلدية تابعة لدائرة سيد محمد يعني هذه الكمية اللي رأيكم تشوفوا فيها خاصة باليوم العاشر لشهر رمضان يعني يوميا نرفع حوالي نفس الكمية وهذه الكمية يعني رأي تقريبا في كل مركز الفرز الانتقائي خلال جولة قادتنا إلى إحدى المخبزات المواطنون أكدوا أن ظاهرة تبذير الخبز تتزايد خلال شهر رمضان لعدة أسباب رغم وعي الكثير منهم بأضرار هذه الظاهرة الشعب الجزائري يكون صعيم يتحرع يشري خبزة مضورة خبزة طويلة خبزة ويسيد دي فات في عائلة تكون نمبر أسهر ما يتفهموش بيناتهم يسيد واحد يشري دو خول الأخر يسيد يشري بيناتهم شي متفهم نشري قد من كوبرغ نشري إما خبزة أو لا شري تزوج خبزة وبقال إضبنته ينضي حاجة في الدقاء نضي روئيما سفرييا نضي روئيما تشحل وائيما لأشاف لور صور أكوام الخبز في القمامة تعكس استهلاكه العشوائي وبلوغ حجم التبذير مستويات غير معقولة رغم حملات التوعية والتحسيس ما يجعل محاربة التبذيره ضرورة مستعجلة خاصة وأن فاتورة استراد القمح تكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة